بس اللحظة دي كان لها مقدمات وإحنا النهاردة كلنا فرحانين لازم نفتكر المشهد اللي قبله كنا بنعاني أيوة لأننا قلت لكم قبل كده إن محمد علي كلي قال جملة مهمة جدا وهي ليس من العار أن تسقط ولكن من العار قال لا تستطيع أن تقف مجددا والنادي الأهلي هو أكتر نادي في التاريخ على الأهل على مستوى أفريقيا علمنا كلنا يعني إيه تقف مجددا في 6 أبريل 2019 كان درس بنفخر دلوقتي وإحنا بنستحضره أيوة هزمت النادي الأهلي من سانداونز بخماسية بعدها في 8 أبريل خرج بيان مهم جدا للاعب النادي الأهلي بيتعهدوا فيه لجمهورهم وأنا هنا عايز أقف عند حاجة سهل جدا تقطع الوعود صعب تنفذها عايز أقف عنده جملة وهي بتقول اللاعبين قالوا فيها لم يعد أمامنا سوى العمل والتنفذي تركيز وبذل أقصى جهد لتصحيح الأوضاع على كافة المستويات ورد الاعتبار لأن الأهلي كبير الكارة الإفريقية والكل عليها أن يعتذر للأهلي عمليا وأن هذا النادي الذي نفخر بالانتماء إليه صاحب الفضل وحقه أن نقاتل من أجله تعالى بقى هي دي اللحظة اللي كان اللاعبين بيعتذروا بيها ولكن في النادي الأهلي تحديدا قمصنا هو فكرة أن اللي اعتذر مش بالكلام اللي اعتذر عمره مكان مجرد كلام مرسل اللي اعتذر بالفعل عصامي الشوالي التونسي اللي فرق وبتنافس النادي الأهلي لما قال هزيمة سانداونز للأهلي بخماسية سوف تدفع سمنها القارة إلى يوم يبعثون آه دا اللي حصل دا اللي حصل لما خدت اتنين دوري أبطال أفريقيا وراء بعض والجميع بيشاهدك ما سبتش حد هو فعلا كانت فكرة الانتقام الانتقام الكاروي عملت ايه؟ بتفوز على سانداونز في نسختين وراء بعض في دور التمانية بتقصية عملت ايه؟ بتفوز على الوداد بخماسية في نتيجة المباراتين عملت ايه؟ بتفوز على الرجاء في السوبر الإفريقي بتفوز على الترجي بخماسية في نصف النهائي في بطولة أفريقيا الأخيرة بتتوج باللقبين وراء بعض بتروح منديال العالم للأندية بتحقق البرونزية بتاخد اتنين سوبر في ستة شهور هو دا النادي الأهلي انت بمجرد ما حسيت ان انت عندك هزة بحجم سانداونز ما اكتفتش وقمت ووقفت وقلت للجميع ايوة انا بطل القرة وزعمها وسيد القول قمت ورديت بشكل عملي وعرفت الجميع ان تاريخ النادي الأهلي تقبل تكون فيه استثناء زي سانداونز ولكن الاهم ان انت هتعوض به بعد الفرق بنشوفها على مدار عشرين سنة مش قادرة تنهض مش قادرة زي ما تعمل النادي الأهلي وترد اعتبارها أمام القرة بالأكمل انا النهاردة اقدر بكل فخرة اقول النادي الأهلي فعلا يمرض ولا يموت والنادي الأهلي لو انت انتصرت حتى قدامه تأكد ان الضريبة هتكون كبيرة جدا كل الفخر كل الفخر لاندماغنا لهذا الكيان اللي خلانا نعرف ان بطولة السوبر هي مش مجرد بطولة بنحتفل بيها هو تتويج لفكرة وهي ان النادي الأهلي قادر انه حقيقي يسعد جمهوره بعض اللحن بطولة بنحتفل بطولة بنحتفل بطولة بسيطة الوضع